إلى ملفنا الثاني لهذا الموعد الإخباري إذن المجلس والإسلامي الأعلى الهيئة الاستشارية التي تعمل على الاجتهاد في الأمور التي تخص الجزائريين في حياتهم اليومية وتطورتها وارتباطاتها بالشريعة الإسلامية وتحاول التمسك بالمبادئ الأصيلة للجزائريين اليوم يتسأل الكثيرون عن دور المجلس الإسلامي الأعلى في نشر ثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها وهل له متابعة للقضايا المطروحة على صعيد الوطني وهل صحيح هناك تقاطع مع وزارة الشؤون الدينية أو اختلاف وجهات النظر خاصة حول مسائل دينية صنعة الجدل مؤخرا في الجزائر نسعد باستضافة السيد بومديين بوزيت الأمين العام لمجلس الإسلامي الأعلى أهلا بك معنا أهلا سهلا تشرفنا بحضورك شكرا معنا في البلادو بداية سيد الفاضل كيف يساهم المجلس الإسلامي الأعلى في تكريس الهوية والمرجعية الدينية في الجزائر يعني ما هي إسهامات المجلس في ذلك شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة المجلس هو هيئة دستورية استشارية بالدرجة الأولى وهو ما يشابه أحيانا هيئة الإفتاء في العالم الإسلامي أو في عموما هذه الهيئة بطبيعتها ليست تنفيذية بمعنى ليست في تضاد بل في تكامل مع وزارة شؤون دينيا والأوقاف وبالتالي هي حسب نصوص الدستور عندما يطلب منها رأي أو استفتاء في مسألة معينة تعطي وتدلي برأيها لأن المجلس هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء وتعلمون أن الأعضاء تقريبا تسعين بالمئة من الأعضاء هم جدد ومن خيرة الباحثين ومن خيرة الفقهاء في الجزائر وبالتالي فمن المتوقع أن المجلس الذي رأسه الدكتور بعبدالله غلام الله من المتوقع أن هذا المجلس سيشهد انتلاقة قوية وفعلا قد بدأها سواء بندوته الشهرية أو بمؤتمره للسنوي وبالتالي فهو يستعد الآن ليعطاء رأيه في كثير من المسائل حينما يطلب منه ذلك أو حينما يرى ضرورة تدخله في مسألتين من المسائل طبعا متعاونا مع القطاعات وبالتالي يكون هنا الرأي الديني هو رأي لخدمة الدين ولخدمة الوطن في نفس الوقت أكيد طيب هل هناك تقاطع أو توافق مع وزارة الشؤون الدينية خاصة في الفتوى والتعليق على مواضيع الدينية طبعا الفتوى الآن متوقع أنه يكون هناك تنسيق مع المجالس العلمية نحن نعرف أن هناك مجالس علمية تابعة للشؤون الدينية في الولايات وهذه المجالس العلمية هي المسؤولة عن إعطاء الرأي وإعطاء الفتوى كما تنص عليه القوانين في الوزارة المجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة استشارية رئاسية تضم مجموعة من الخبراء ومجموعة من العلماء وجزء منهم ينشط أساسا في هذه المجالس العلمية وبالتالي أعتقد أن تعاون بين المجالس العلمية وهيئة المجلس الإسلامي الأعلى سيعطي أولا حصانة للفتوى ضبط الفتوى وتنظيمها لأن فوضى الفتوى قد تؤدي إلى ليست خطر على الدين الدين هناك من يهاجمه في القديم في الحال إلى يوم القيامة لكن الخطر في الاستقرار الاجتماعي خطر في الاستقرار السياسي ولذلك تعرض الدولة أو المؤسسات الدولة وتعرض المجتمع إلى خلل معين نتيجة الفتوى هنا تكون الخطورة ولذلك الفقهاء والعلماء تاريخيا كانوا ينصون على أساسا على أن درء المفاسد قبل جلب المنافع فأعتقد أن المفسد عندما تكون الفتوى بدون تنظيم حينما تكون الفتوى على عواهنها ويصبح الأفراد يفتون كما يشاءون لأن هنا كما يسمى بالفتوى الجماعية اليوم المطلوبة علمية والمطلوبة أيضا لحماية المجتمع سيد الفادل تحدثت عن فوضى الفتوى ربما الجدل حول الإجهاد أن هناك مشكلة فتوى كبيرة في الجزائر أين يمكن خلال؟ لا أعتقد أن الموضوع الإجهاد تابعت أنا لاستفقيا في الحقيقة ولكن تنقشت مع زملائي في المجلس على أن وكان تحدث شيخ مشنان سمعته عقبة البارحة في حيثتكم بالنهار حتى وزير صحيح نعم تحدث نكرارك في تعامل مع اسمع لفتوى صحيح تقضي على دون استشارة شيخ الدين ودون استشارة المشيخ لكن في القضايا هذه العلم هو الذي يفصل طيب هذا ما صرح بي أيضا وزير الصحة العلم هو الذي يفصل العلم هو الذي يفصل لأن أنت صحيح فقه وتملك من الأدوات الفقهية لكن في قضايا الفيزياء وفي قضايا الرياضيات وفي قضايا الطب العالم هو الذي حدث الدين الدين يسر نعم دين يسر وبالتالي فما يسمى بالنوازل عندنا في التاريخ الإسلامي كانوا يأخذون بعن الاعتبار هذه المسائل وأعتقد أن الفقه ليس هو حفظ فرائض وواجبات الفقه هو أيضا استدلال قدرة على الحكم قدرة أيضا على استحضار المسائل قدرة على فهم المسائل العلمية ولذلك أعتقد أن المجمع الفقهية الآن المجمع الفقهي الإسلامي في جدة أو المجمع الفقهية المعروفة الآن يوجد داخلها مختصون مختصون في الطب في الاقتصاد في الرياضيات في غيرها من العلوم لأن الفتوى تبنى على العلم وليست تبنى على أننا آتي بحكم من فقه الفلاني وحكم الفقه الفلاني طبعا مع مراعاة الشريعة ومراعاة الدين لأن كما قال ابن ورشد رحمه الله قال الحكمة حق والشريعة حق والحق لا يضب الحق الحكمة هنا بمعنى العلم يعني ما نسميه اليوم العلم ما نسميه اليوم العقل هو الحكمة نتساءل عن العائق الوحيد لتوحيد مصدر الفتوى في الجزائر ما هو العائق؟ ليس هناك عائق نحتاج في الجزائر إلى تفعيل القوانين المسيرة للمجلس السلامي الأعلى أو للمجالس العلمية تفعيلها هو الأساس وليس بمعنى أن نطرح دائما لأنه لا يجد أننا مفتي المفتي سلطة في بعض الدول الدولة الجزائرية مثل يوستين تختلف عن الدول العربية لأخرى لكل دولة ولكل مجتمع نظامه لكن المفتي عندنا هو هيئة جماعية اعتبارية الهيئة الجماعية الاعتبارية هي هذه المجالس العلمية الموجودة في الولايات نطعمها نغير فيها نستقدم فيها من هو أهل يملك الأهلية وهو المجلس أيضا الإسلامي الأعلى إذن هو هيئة جماعية بالأساس اعتبارية وتملك السلطة القانونية ليعطى رأيها ولكن على سلطة الضبط وعلى قنوات التلفزيونية والإعلامية أيضا إلى أن تنتبه لهذه المسألة بحيث أن الحديث في القضايا الدينية والقضايا التاريخية قد ينجر عليه كثير من السلبيات وكثير من المساوي وهذا ما نتحدث عنه وهذا ما يحدث في الواقع هناك فوضى فتاوي داخل المساجد أنت أعلم بذلك كل إمام يفتي بما يريد يمكن هناك بعض الأيام يفتون ولكن هذا يتوقف على الرقابة التفتيشية يتوقف على الوزارة ماذا تصنع تجاه هذا الإمام أو ذلك الإمام وأعتقد أن هذه المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها المتابع والمواطن لأن المسائل الدينية والمسجد مسألة حساسة تتعرفين أن المسجد لو صحيح هو تتابع للدولة ويسير من طرف الدولة لكن عنده خصوصية الاستقلالية في جانب مدني فالمال والأفكار التي فيها جانب سلطة وجانب مدني فيها نوع من الهلامية بحيث يصعب أحيانا التحكم فيها المئة بالمئة وإلا أيضا فرضنا أشياء بحكم القانون وبحكم التسلط أيضا غير ممكن فالفضاء المسجد هو فضاء متنفس فيه فضاء مدني بدرجة الأولى ولذلك يمكن أن يكون في هذه الحرية أو تلك الحرية قد تكون فيه انزلاقات معينة ولكن دائما عندما تكون هيئات قوية ترده دائما إلى السواب ولا أعتقد أن ليس بتيك أيضا العصى القوية رغم أن بعض الدول الآن العربية الإسلامية ومنها المملكة العربية السعودية الآن عزلت كثير من الأيمن الذين لم يمشوا في رؤية ما يسمى رؤية 2030 التي يتزعمها ولي العهد محمد بن سلم طيب ربما للقضاء على كل ما يحدثون في الجزائر من خلال فتوى فوضى الفتوى هنا في المساجد لماذا تأخر مشروع مفتي الجمهورية لا ليس تأخر أنا شخصيا هذه وجهة النظر خاصة ذاتية وقد تحدثت عنها قبل قليل ربما لم أوضحها أن أنا في وجهة نظري خلق سلطة موازية لسلطة الرئاسة وسلطة الحكومة في وجهة نظري غير ممكنة غير ممكنة في بلد له خصوصيته في بلد له طبيعته الخاصة التي تختلف عن طبيعة بعض الدول الأخرى ولذلك أحيانا حتى الدولة مثلا الدولة الدينية في بعض الدول المغاربية لا أذكرها بالاسم رغم شرعيتها الدينية منذ خمس قرون من القديم ولكن ليس فيها مفتي ولكن فيها مؤسسات دينية هي التي تتولى الإفتاء جيد نحن نبقى دائما نتحدث فقط على توحيد الفتوى هنا في الجزائر له نتحدث عن الدور الذي يلعبه المجلس الإسلامي الأعلى في توحيد الفتوى هنا في الجزائر نعم أعتقد أن المجلس الإسلامي الأعلى بالتعاون طبعا مع القطاعات المعنية بإمكانها أن يلعب هذا الدور لكن هذا يتوقف على أو يتوقف على عاملين أساسيا يتوقف على رؤية مستقبلية في الدرجة الأولى تكون هناك رؤية مستقبلية للمجلس في قضايا تتعلق بحوار الحضارات بالإجتهاد ولكن هناك مسألة أخرى بالجانب المادي أيضا الإمكانات المادية تسمحه لك أيضا بعقود مع خبراء متخصصين في مجالات علمية متخصصة ومنها الفقه الإسلامي فأعتقد أن هذان الجانبان مهمان في طرح رؤية جديدة للإجتهاد وفي أيضا ميزانية كافية بحيث أن المجلس تتحرك بسهولة في برنامجه العلمي والستراتيجي هناك من يقول أن مشروع المسجد الأعدم معول عليه في حماية المرجعية وتوحيد الفتوى هل يمكن ذلك أن يلعب هذا الدور المهم؟ طبعا يمكن أن يلعب هذا الدور المهم كمقر أما كرمزية كمقر يمكن كرمزية يمكن ولكن هناك بعض الدول بنت مثل هذه المساجد وبقية مساجد لها طابع روحي بالخصوص أو طابع سياحي أحيانا ولكن أعتقد أن الوزارة ربما معنية بهذه المسألة لها رؤية والخاصة هم تحدثوا كثيرا عن حيات المرجعية من خلال هذا المسجد هناك أمل كبير أن يكون هذا المسجد يعني مؤسسة حضرية مؤسسة حضرية ليست فقط للتعبد ولكنها للتفكير الديني والاجتهاد والفتوى والسياحة في نفس الوقت فالمسجد له هو مسجد الدولة الجزائرية وهو رمزيتها في نفس الوقت طيب أخيرا نتحدثوا الآن عن الخطر الطائف الذي يتهدد الجزائر حسب تصريحات وزير الشؤون الدينية هل صحيح أن هناك خطر طائفي مثلما تحصرح به وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يهدد الجزائر ربما هو يملك معطيات أنا شخصيا لا أملكها هو ربما بحكم موقعه كسياسي وصاحب قرار يملك معطيات معينة أنا لا أملكها أنا في أبحاثي أتناول المسألة المذهبية والمسألة الطائفية من وجهة سوسيولوجية فلسفية ولكن من وجهة الأرقام ربما هو يملك هذه الأرقام ولكن أعتقد أنه في ظل الوسائط الاجتماعية وفي ظل إمكانية وصول المواطن لأي موقع إلكتروني يمكن أن يكون هذا التأثير هنا أو هناك ولكن هؤلاء جزء من المجتمع لا يمكن اجتفادهم لا يمكن أيضا إدخال كل الناس للسجن لا يمكن أيضا معاقبة كل الناس هذا التفكير يبغي أن يكون حرا ولكن ينبغي أيضا أن هذا التفكير لا ينبغي أن يتجاوز إلى حدود أنه يمس بالأمن الاجتماعي أو من الدولة الجزائرية فالفكرة الدينية فكر كما تشاء لكن أن تتحول إلى فكرة جماعية تمارس تقوصها سريا أو تجمع الأموال بدون رخصة هنا دخلت في مساحة أخرى غير مساحة التفكير أو حرية التفكير أو حرية التدين التي ينص عليها الدستور إلى مساحة أخرى أنها لا تتزم بالقوانين الجمهورية جيد طيب آخر سؤال في هذا الشق الأول من نقاشنا المواطن الذي يبحث عن الفتوى اليوم أين يتجه إلى المجلس الإسلامي الأعلى أم يتجه إلى وزارة الشؤون الدينية طبعا يتجه إلى هذه المؤسسات لأنها مؤسسات فيها خيرة وهو يدرسون في الجامعات كباحثين ويتجه إلى من يثقوا فيه لأنه ينبغي أن نفرق هنا الرأي الديني في قضايا تتعلق بالشعائر اليومية هذا يمكن أن يعطيها إمام مزيد أو يعطيها شيخ زاوية معين له فقه وله علم لكن الفتوى هو استفراغ الجهد بمعنى كلمة الاجتهاد في قضية جديدة هذه مسألات تتعلق بالمؤسسة بالفتوى الجماعية أما الرأي الديني في حياتنا اليومية هذا متاح للأيما الموجودين في ولايتنا وحمد الله هما كثر طيب قلت أنا آخر سؤال لكن سأضيف سؤال آخر روضني اللحظة ما هو دور الزوايا في حماية المرجعية الدينية دور الزوايا اليوم طبعا يعني أعتقد أن الزوايا لا يمكن دون الخوف في تفاصيل دون الخوف في تفاصيل أعطيك مثال أنني حضرت منذ شهور في المملكة العربية السعودية حول هل يمكن للتصوف أن يساعد على شيء يسمى الإسلام الوسطي أكيد سنتحدث عنه في شقينا التالي الآن نحتاج إلى الإعادة الاهتمام بالزوايا في تجديدها في إصلاحها في إعطاء رؤية جديدة يعني لا أعتقد أن رؤيتنا للزوايا تعل الأربعينات هي نفسها الخمسينات أو الخمسينات هي نفسها الستينات ينبغي التجديد في رؤية الزوايا إعادة تنظيمها من جديد إعادة هيكلة جمعياتها من جديد هل أنت مع تسيس الزوايا؟ هل أنت مع تسيس الزوايا؟ الزوايا مؤخرا سمعنا أنها تدعو للانتخابات لانتخاب شخص معين هل أنت مع تسيس الزوايا؟ لأنه صار هناك خلص بين الزوايا هناك من يدعو إلى تسيسها هناك من يقول دعوا الزوايا هناك من يريد أن تتقل للوظائف التاريخية الوظائف التاريخية قراءة القراءة الكريم إطعام الناس إصلاح ذات البيت لكن الوظيفة السياسية موجودة منذ أن حمل أهل الزوايا السلاح ضد الاحتلال الإسباني في سواحلنا ومنذ أن كانت هناك ما يسمى الرباط الموجود كان يشرف عليهم الشيخ الزوايا بمعنى أن الأمير عبدالقادر كان يقوم بعملية سياسية بدرجة لها لكن عملية سياسية يتحرير البلد لكن في هذا كل وقت والوقت الحالي تختلف تماما الوقت تغير وكل شيء تغير لا يمكن أن أتي إلى شيخ الزوايا وقولها لا تساند هذا الرئيس أو لا تساند هذا الحاكم هذه مسألة تعود إليه بحيث أنها لأن في الأخير الزوايا هي أوقاف أحيانا تعود إلى بعض الزوايا لها جمعيات فيعطي رأيه هنا أو هنا لأنه لا يمثل الدين ولذلك عندما تقول أن الزوايا لا تقحم في السياسة الزوايا لا تمثل الدين الزوايا تمثل فعل خيري صحيح تقوم بتدريس القرآن وتكوين الناس في الدين لكن لشيخ الزوايا كما للعالم أو للفقير لكن أنا لا تعتقد أن إدخال الزوايا في العراق أو في العراق الانتخابي هو خطر يمكن أن يضر بالأداء الرسالي والأداء الحضاري للزاوية لأن الزاوية في أساسها هي تدريس القرآن وتكوين الناس في الدين وإصلاح ذات البين هذا دور النبيل إقحامها في عملية انتخابية يمكن أن يضر بالزاوية في الدرجة الأولى لكن لا نمنع المشايخ القائمة على هذه الزاوية أن يكونوا في الانتخابات أو أن يتشرحوا أو أن يقولوا موقفهم سياسي لأن الزاوية في المجتمع الجزائري التاريخيا كانت جزء من نسيج الاجتماعي إلى درجة أن أحد من الزاوية يقول أنه لو لم تنتخب ذلك الشخص هو حرام سمعت إلى هذا التصريح ربما لم أسمع هذا التصريح ليس لعلم به ولكن يمكن خانه التعبير يمكن خانه التعبير طيب رؤية